وضمنا على الشاشة على فكرة ده تدريب الاهلي الرئيسي على ملعب اللاتيتش وطبعا شايفين الشكل الملعب بعد المرحلة الاولى من التطوير اللي تم على نجيلة الملعب وارضية الملعب وضمنا حراسة المرمى هو مصطفى شوبر موجود في التدريبات الجامعية مع الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء وان شاء الله كمان لما نروح للأوتير ونشوف اخبار الفريق نعرف من زمننا فروس صلاح اخر استعدادات الفريق واخر الترتيبات الخاصة بالفريق ولكن قبل ما ادخل بقى في تفاصيل المؤتمرات الصحفية واللي تقال في مباراة الاهلي وسانداونز حتى بالامس من الجهاز الفني للأهلي او الجهاز الفني الفريق سانداونز عايز اقول خبر مهم جدا وده خبر متعلق بالقطقم التحكمية اللي تم تعيينها صباح اليوم من قبل الاتحاد الافريخي دايما انتم متعودين مننا الحمد لله اول ما بيكون في تعيين لمباراة الاهلي او مباراة المنتخب الوطني الاول او الشباب او الاوليمبي اي تصفيات خاصة بالقرى المصرية بيبعا عندنا هنا نصابكم بنعلن كل اسماء القطقم التحكمية اللي بيتم اسناد لها المباراة طيب مباراة الاهلي وسانداونز ان شاء الله الجولة الرابعة وده هتتلعب يوم 11 مارس في بريتوريا على ملعب لوفتس يمكن الملعب ده الاهلي ملعبش عليه مع سانداونز اعتقد يعني اخر 7-8 سنين كان دايما الاهلي بيلعب في بريتوريا في ملعب اخرى او كان بيتنقل في جوانيس بيرجي بيلعب مثلا في سكر سيتي او في ملعب تاني لكن ملعب لوفتس اللي لعب عليه لسانداونز مع الهلال اعتقد من فترة طويلة الاهلي ملعبش على الملعب ده يمكن السناد الاتحاد الافريقي سمح لسانداونز باللعب عليه فده هيكون مصرح مباراة سانداونز والاهلي يوم السبت 11 مارس وتقرر تعيين طاقم تحكيم سنغالي لادارة هذه المباراة هذا الطاقم هو الطاقم الذي ادار مباراة الزمارك وشباب بلوزداد في بداية دور المجموعات يوم 10 فبراير في اوائل هذا الشهر الطاقم السنغالي ميقون من عيسى سا حكم ساحة ملك حاج صنبا حكم مساعد اول نوح بنجورة حكم مساعد ثاني عبدالله ديوف حكم الرابع طبعا كلنا عارفين مفيش تقنية الفيديو حكم تقنية الفيديو المساعد مش موجودة في دور المجموعات فبالتالي هيكون ده طاقم تحكيم مباراة الاهلي وسانداونز طاقم تحكيم سنغالي يمكن لجنة الحكام الفترة الاخيرة بعد اعتزال عدد من الحكام الكبار والخبرة ابتدت تدفع بالصف التاني عيسى سا كان دايما بيجي حكم رابع مع ماجيد نيضاي يعني المساعد الاول ملك حاج صنبا ونوح بنجورة دايما موجودين مع ماجيد نيضاي دلوقتي شفنا عيسى سا بيبدأ يدخل في المباريات مع ماجيد نيضاي وكان بيدير مباراة بلوزداد والزمالك في القاهرة وتم اسناد له مباراة سانداونز والآن حكام الصف التاني لسه محتاجين وقت ولسه محتاجين خبرات مع عدم وجود تقنية الفار اكيد ده عامل ازمة كبيرة في النتائج المطشط كلنا نباراة شفنا اخطاء يعني فادحة في مباراة دوري ابطال افريقيا نتمنى الامر ده ما يتقررش سواء النهاردة او حتى يوم 11 مارس بالمناسبة النهاردة حكم الاسيوبي زي ما علننا من فترة طويلة هو لهدير مباراة الاهلي وسانداونز حكم الاسيوب بملكة سيمة من حكام الخبرة 43 سنة او 44 سنة يعني اعتقد اخر سنة ليه في القائمة الدولية عنده خبرات كبيرة لكن نتمنى ان يكون موفق يعني في بعض الاحيان كده بتبقى ليه صفرة غريبة شوية لكن من الحكام الصفة والنغمة ما راح شكس عالم الاخيرة في روسيا فنتمنى النهاردة يكون حكم موفق وهو تقرر لنفس يعني الاتقم التحكمية اللي كانت موجودة في الفترة السابقة برضو بملكة سيمة من الحكام اللي قدر مباراة الاهلي وسانداونز في القاهرة في الفترات الاخيرة طيب الجولة الخمسة القطن الكاميروني هيستضيف الاهلي يوم الجمعة 17 مارس الساعة السادسة مساء على ملعب احمدو اهدجو في مدينة جروة كلنا عارفين طبعا هذا الملعب اللي استضاف مباراة مصر في كاسرهم الافريقية الاخيرة في الكاميرون ده اللي هيستضيف مباراة القطن الكاميروني والاهلي والاهلي سبق كتير حتى لايب عن ملعب ده لكن قبل ما يتم تطويره وسيانته قبل امم افريقيا هؤلاء مع القطن الكاميروني في مباراة عديدة ودائما الاهلي بيرجع بنتاج ايجابية من مدينة جروة